حماية تعليق بس سريع جدا لأنه ما بحبش أتكلم في الخناقات اللي بره الملعب يعني قصة إمام عشور اللي هي في أحد المولات هنا في الشيخ زايد يعني إمام عشور موهبة كبيرة جدا 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 حمايتها مكسب للكرة المصرية في العموم حمايتها برضو جزء منه إمام عشور نفسه فدي رسالتي لإمام عشور احمي موهبتك يا إمام نجوميتك الشديدة جدا اللي أنت وصلها أنت وصلها بسبب مستوك وموهبتك ما شاء الله ووصلها برضو بسبب أنه أنت في جمهورين على طول حطينك تحت المنظار الزمالكاوي اللي كان بيشجعك وزعلان لرحيلك فزعلان منك غير أنه زعلان أنك مشيت زعلان منك عادي كرة والأهلاوي اللي بيحبك عشان أنت في فريقه وعشان أنت مستوك حلو أو معاه وعشان جمهور الزمالك بيهجمك فهو بيدافع عنك فالقصة ديت تخليه تحت ضغط شديد جدا وتخلي تصرفات إمام عشور تصرفات إمام عشور تحت المنظار أكتر من أي حد هو أي لعيب كرة أو أي شخصية عامة جزء من شهرتك يعني بيحتم عليك أن اكتباحات حدود وأن تصرفاتك تبقى بليمتس شوية بحدود شوية فيا إمام من أجلك وبالتالي من أجلنا ككرة مصرية لأن إحنا ما بنصدق نلاقي موهبة ما شاء الله زي موهبتك مهم جدا أن تحرص وإنت بتتصرف بعيدا بقى عن الناس بتأكد أو ناس بتنفي أن الموضوع كان دفاعا عن أنه جاي علشان تلقى مكالمة من زوجته أو ما حصلش سواء حصل أو حصلش لا فيه مسالك قانونية بتتخذ لحفظ الحقوق خصوصا مع الشخص النجم مش بيقولك أن المعنى كده واحد يسيب حقوقه أبدا 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 فيش حد يسيب حقه فيش حد يسيب حقه لكن فيه طرق أنك تاخد حقك لأنه كده كده يسمي ركزة معك فأنا أتمنى كمان أن اللي حوالين إمام عشور يبقوا دايما بيوصلوا ناحية حماية الموهبة حماية الموهبة تطوير الموهبة تطوير العقلية بتاعت الموهبة ومش بتكلم عن موقف ده بتكلم في العموم على أي موهبة زي إمام عشور طيب عشان قبل ما سيب الزمارك محمود علاء أخطر الزمارك خلاص خلال أيام بنهاية 30 يونيو إن نهاية الموسم بالنسبة لي في العقل 30 يونيو ما بلعبش محدش كلمني في التجديد طيب سيبوني أمشي 30 يونيو مش أغسطس علشان أبدأ أشوف العروض المتاحة لي خصوصا إذا كانت خارجية باعتبار أن الأندية هتبدأ تجهز للموسم الجديد طيب